إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها اللهم اغفر لوالدنا وشيخنا عبدك خليفة بن سلمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقهي فتنة القبر وعذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن عبدك خليفة بن سلمان في ذمتك وحبل جوارك فقه اللهم من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم جعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم أفسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعذه من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنه عبدك وابن عبدك خرج من الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحباءه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه اللهم إنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم فإنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه وأن تثبته عند السؤال اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم آته برحمتك ورضاك وقهي فتنة القبر وعذابه وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جناتك يا أرحم الراحمين اللهم احمه تحت الأرض واستره يوم العرض ولا تخزه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا وعند قيام الأشهاد آمنا وبجود رضوانك واثقا وإلى أعلى درجاتك سابقا اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك اللهم أسكنه فسيح الجناد واغفر له يا رحمد وارحمه يا رحيم وتجاوز عما تعلم يا عليم اللهم إنه جاء ببابك وأناخ بجنابك فجد عليه بعفوك وإكرامك وجود إحسانك اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه اللهم إنه صبر على البلاء فلم يجزع فامنحه يا ربنا درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا البرنامج الخاص والذي نخصصه لنصلط الضوء على محطات من حياة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله رحل سموه جسدا ويبقى في الوجدان هذا هو فقيد الوطن خليفة بن سلمان تلك القامة الوطنية التي فقدها أبناء البحرين بعد سنوات طوال عرفوه خلالها رجل الدولة الحكيم رمزا من رموز الأصالة والحداثة في وقت واحد فكان رحمه الله شهدا على ماضي المملكة وفاعلا في تأسيس حاضرها فوضع نوات الدولة الحديثة ورعاها حتى نمت وازدهرت ووصل مسيرته العطرة في دعم المنجزات التنموية والديمقراطية وصولا إلى العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تلك الشخصية التي وصل صداها الطيب إلى أقصى بقاع الأرض فرثاه وعزى في وفاته رحمه الله الداني والقاصي فاستذكروا مناقبه وذكروا سيرته العطرة ودوره في التنمية في تنمية الإنسان أينما كان فرحم الله الأمير خليفة بن سلمان وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهل البحرين الصبرى والسلوان الله الحمد مثل ما تفضلتم هذا الشعب شعبكم يستاهل منكم كل ما أعطي ووفر له من صحة ومن تعليم ومن أمن وأمان فالله يوفقنا إن شاء الله جميع لخدمتكم في هذا الوقت المهم اللي يجب أن نعمل جد وجهد مننا كلنا لتنفيذ توجيهاتكم وشكرا شكرا 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 من رفعة وازدهار للوطن وشعبه تتعدد الشواهد وتتنوع بين اقتصادية واجتماعية وتنموية وإنسانية جميعها تجتمع لتكمل لوحة حياة فقيد الوطن التي تسكن كل زاوية من زوايا الوطن مشاهدين الكرام يرافقني في هذا البرنامج الخاص سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى أهلا بك سعادة النائب نعزيكم ونعظم لكم الأجر بوفاة فقيد الوطن ويعني كان بلا شك صاحب منجزات كثيرة منجزات خالدة لا يسعنا أن نحصر هذه الانجازات طوال فترة هذه التغطية ولكن أيضا كانت لكم سعادة النائب أيضا كانت لكم مواقف جمعتكم بالفقيد الراحل بلا شك كيف تذكرون أو ماذا تذكرون من مناقب ومآثر الفقيد الراحل شكرا جزيلا بداية أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى صاحب الجلال الملك المفدد وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار رئيس الوزراء وإلى جميع أفراد العائلة الكريمة الحاكمة وإلى شعب البحرين الوفي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرى وإنا إليه وإنا إليه راجعون طبعا هناك عدة مواقف يعني شهدتها ومع صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان طيب الله ثرى بداية أود أن أشير إلى نقطة مهمة إنجاز دولي يحسب للفقيد في الخامس من أبريل الماضي 2000-2000 هذه السنة احتفلت الأمم المتحدة لأول مرة بيوم الضمير العالمي وهذا طبعا الاحتفال لم يأتي من فراغ بل أتى مبنيا على أسس وهذه الأسس هي التنمية المستدامة التي قام به سموه خلال سبعة عقود من توليه السلطة ورئاسة الحكومة طبعا الضمير بمعناه أن تعمل من أجل الشعب أن تعمل من أجل الأفراد أن تعمل من أجل التسامح العالمي أن تعمل من أجل التعاون العالمي وهو ما فعله سمو الشيخ خليفة طيب الله ثرى خلال هذه الفترة لذلك الأمم المتحدة عرفانا منها بهذا العمل الكبير الذي قام به حدث لأول مرة الخامس من إبريل كل عام بيكون يوم الضمير العالمي فهذا إنجاز ليس فقط لسموه بل إنجاز لمملكة البحرين ونحن كبحرينيين نفتخر بهذا الإنجاز وهذا ليس في غريب عن سموه الإنجاز الآخر إذا سمحت لي 2006 خلال الدورة 61 الجمعية العامة المتحدة كانت رئاسة مملكة البحرين لهذه الدورة وكانت البحرين وقتها أنجزت عملا كبيرا على المستوى الدولي وكان يوما مشهودا للبحرين خلال ترأس شيخ هيئة الخليفة شيخ هيئة الخليفة لهذه الدورة وهي رابع أمرأة تترأس هذه الجمعية طبعا رئاسة هذه الجمعية كان لها دور كبير في إعطاء سموه جائزة المستوطنات البشرية نحن طبعا كنا في جينيف مع الشيخ هيئة ضمن فريق العمل وحدد شهر 4 2006 لإعطاء سموه في جينيف هذه الجائزة فانتقلنا جميع الفريق بما فيه الشيخ هيئة اللي أعطيها طول العمر إلى جينيف لنشهد مراسيم أعطاء سموه هذه الجازة وكان يوما مشهودا لسموه ولمملكة البحرين وهذا الإنجاز كذلك لم يأتي من فراه بل يأتي تتويجا لما قام به سموه طيب الله ثراه من إنجازات في السكان في التعليم المحافظة على القضاء على الفقر في البحرين فهذه كلها مساهمات استطاعة من خلالها الحصول على هذه الجائزة الأممية المميزة نعم وتقديرا من الأمم المتحدة أيضا نستذكر بأن قبل يومين تحديدا بعد وفاة سموه رحمه الله قام مقر الأمم المتحدة في جينيف بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة الفقيد الراحل نظرا لجهوده المستمرة في التنمية وليس فقط على المستوى المحلي أيضا على المستوى العالمي ولا ننسى بالطبع أن سموه استاذ أحمد كان لها دور بارز في وصول البحرين وتحقيق البحرين لأهداف الألفية الإنمائية حتى قبل موعدها قبل موعد الانتهاء منها المحدد رسميا إذا سمحت لي أن أشير إلى هذه النقطة المهمة 2010 الأمم المتحدة نعمت على سموه بجائزة التنمية الألفية المستدامة الألفية الأحليت يجي من 2010 إلى 2015 وطبعا خلال هذه الفترة خلال رئاسته للحكومة استطاع تحقيق معظم أهداف والتي هي 15 هدف للألفية منها التحليم منها الصحة منها السكان منها العيش الكريم منها القضاء على الفقر فهذه كلها أمور من تمكين المرأة تمكين الطفل المحافظة على الطفل وسلامته كل هذه أمور يعني الأمم المتحدة أشادت بها وتوجت بإعطاء هذه الجائزة خلال 2010 اعترافا من المتحدة لإنجاز سموه فيها لإنجازات سموه في هذا الشأن طبعا كما تفضلت الأمم المتحدة يوم الخميس في مقرها في نيويورق قامت بتنكيس أعلام المتحدة وهذا عرفانا بما قام به سموه من دور كبير على المستوى العالمي وخاصة مع المسؤولين في الأمم المتحدة خلال تواجدنا 2006 في جينيف كان هناك معرضا كبيرا توازيا مع رئاسة مركة البحرين لسموه وإنجازات سموه في المتحدة فكان هناك وفد كثير من مجلس الوزراء أتى إلى نيويورق وعمل معرضا ليشهد العالم ما قام به سموه من إنجازات وكنا إحنا يعني فخورون كبحرينيين وكان السفراء يأتون ويستفسرون عن هذه الشخصية المميزة البحرينية فكان في الواقع يعني شرف لنا بأن نكون جزء من هذه الاحتفالية الكبيرة وقتها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك نعم أستاذ أحمد تفضل بالمقامعي حيث ما زلنا مشاهدينا معكم ونستكمل يعني قبل المدخلة الهاتفية استاذ أحمد كان السموه رحمه الله من أكبر الداعمين للمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدة وتحدثنا عن المشروع الإصلاحي فانا نتحدث عن نواة هذا المشروع وهو السلطة التشريعية ومجلس النيابي وكونكم أيضا أعضاء يعني كونك عضو أستاذ أحمد في السلطة التشريعية كان السموه يعني يشدد دائما على أن الهدف هو خدمة المواطن وراحته وكان يحرص على الجلوس معكم باستمرار كأعضاء في السلطة التشريعية للاستماع لكم والاستماع لما هي أهم الأولويات المطلوبة في كل مرحلة من مراحل المسيرة التقدم والازدهار حدثنا أكثر عن هذه اللقاءات التي كانت تجمعكم مع السموه طبعا هناك تعاون شامل بين السلطة التنفيذية في البحرين والسلطة التشريعية وكان دائما طيب الله ثراء محتما بهذا التعاون وحريص على تقوية وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فهو دائما يأتي إلى مجلس النواب لمناقشة أمور هموم المواطنين بكل أريحية وتواضع وقلب مفتوح يستمع إلى الجميع لكي يستطيع أن يطلع على هموم المواطنين فإحنا طبعا كأعضاء في مجلس الشورى والنواب كان سموه خصص يوما وهو يوم الاثنين من كل أسبوع للقاء السلطة التشريعية بشقة النواب والشورى فكنا نحضر وكان دائما مجلسا عامرا وكنا نستمع إليه بكل آذان صافية كان يتكلم بحس وطني بحس بحريني تقريدي يعني يجلب ويجعل المستمع يتواصل إلى الاستماع إلى النصائح والإرشادات والخبرة الطويلة لدى سموه فكان يتكلم عن تاريخ البحرين عن حب أهل البحرين للجميع للقيادة للمسؤولين تعاونهم مع بعض طيبة أهل البحرين التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وفوائدها بالنسبة للوطن بالنسبة للبحريني سنناقش استاذ أحمد انعكاسات هذه اللقاءات المستنرة على حياة المواطن لكن بعد هذه المدخل الهاتفية ويسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة سيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظة المحرق بداية سيد سلمان يعني نعزيكم بالطابع ونعظم لكم الأجر بوفاة فقيد الوطن الذي أحبى المحرق وبادلته الحب كما هي كل مناطق ومدن وقرى البحرين كيف عاشت المحرق هذه الأيام الحزينة بفقد من كان يحرص دوما على زيارتها وتفقد أحوالها أنا شاكر ومقدر لوزارة الإعلام بهذه التغطية وشاكر لك طبعا لتقديم هذا البرنامج لعزائنا العظيم وخاصة في محافظة المحرق وبداية لابد لابد أن أقدم العزاء إلى القيادة العزيزة وإلى شعب البحرين لحب الراحل العزيز وعاشقه وكذلك أهل المحرق لهم مكان عزيزة وولاء منهم إلى القيادة العزيزة وإلى الراحل العزيز كان كانت أيام وما زلنا أيام الحزن يعني عشناها ونعيش بفقدان هذا الرجل اللي كان مبين وكان مواطن عادي لما يمشي مبين دواعيس أهل المحرق وطرقات ويدخل في هالفرجان وإحنا معاه وأهالي الفرجان معاه ويدخل هالبيوت يسأل ويتفقد عن أحوال هالمواطنين في الحال وفي هالفرجان القديم يعني شيء عظيم وما زلنا في يعني أحزان لكن إن شاء الله القيادة العزيزة وأبناء إن شاء الله فيهم البركة دائما وأبدا وإذا سألتني يعني عن المواقف اللي مرنا فيها مع صاحب السمو الراحل مواقف لا تنسى أبدا لن أتحدث عن المشاريع وعن الأمور الخاصة بوزرات الدولة لكن سأتحدث عن هذا الإنسان العظيم اللي يدخل البيوت وإحنا معاه كتف بكتف ويكشف على معين هالبيوت ذي يسأل عن غدياتتم وعشياتتم وعن منماتتم إلى هذه الدرجة والله في أحر أيام الصيف وكذلك في أيام المطر لن يعني مواقف ويا صاحب السمو لن تنسى أبدا وخاصة الحديث اللي يدليب في مجالسنا الخاصة أو في مجلس المحافظة حديث يعني الواحد دروس يتعلمه من هذا الرجل وإن شاء الله يعني بتتم لنا يعني كمثل يحتذا به لأبنائنا وأحبادنا إن شاء الله نعلمهم إياها عن هذا الرجل اللي مو على مستوى البحرين فقط ولكن مثل ما تحدث طيفكم العزيز كانت الأمم تتحدث عن هذا المنجزات ومواقف العالمية فسمو يعني رئيس الوزراء الراحل كانت له مواقف كثيرة وأتذكر منها يعني إذا تسمح لي يعني بعض المواقف الإنسانية اللي ما تنسى أبدا يعني وخاصة الأخيرة كنا في مجلسه أهل المحرك كلنا نشيد بمواقف الوطنية عموما وبالنسبة أهل المحرك وإذا يلتفت علينا ولي يقول المحرك تساهل كل خير قلنا يا طول العمر ما سمعني منكم إلا كل خير قال أنا باهديكم في هالجلسة مشروع سياحي من أروع ما يمكن مشروع أطلقت عليه اسم سعادة سياحي وبيكون بالقرب من جسر الشيخ حمد والآن أهل المحرك وأهل البحرين يستمتعون به في هذه الأيام الله أكبر هذا آخر شيء واللي قبل شابة حريجة في سوق المحرك وكلفت برئاسة اللجنة لتقدير الخسايا وبالفعل قدرنا الخسايا وتوجهت مع أخواني الأعزاء في اللجنة وقابل سمو رئيس الوزراء الراحل قال لي شي الأخبار يا سلمان قلت لي طول العمر تسأل عن الكلفة قال نعم أسأل عن الكلفة قلت للكلفة حوالي يعني خمسمائة وشوي ألف دينار كلفة هالمحلات ذي القديمة والأمور اللي فيها أشار بإصبع إلى الدكتور جمعة وإلى الشيخ حسام بإصبع قال مليون الله هو أكبر إحنا مزيدين شوي زيد أكثر من اللازم قال مليون عوضوهم وهالمحرق تستاهل والكثير الكثير من المشاريع اللي كان أبدا حتى في الشارع يطلقها وكم تمشي النويا ما بين هالدواعيس ما بين هالطرقات ذي وكن مرتاح يعني من هالمشاهدة ذي ويسأل عن أحوال الأمة ذي بيت من ذي مسجد من ذي إلى هذه الدرجة نحن نفقد رجل عظيم لكن إن شاء الله يعني اللي أرث لني من أبناء ومن أعمال إن شاء الله ستظل خالدة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بلا شك سعادة المحافظ بأن مبادرات سموة يعني واضحة وبصماتي واضحة ولا تعد ولا تحصى يعني وكرر لك الشكر على وجودك معنا سعادة المحافظ ونعزيكم مجددا ونعزي هل المحرق الكرام الله بلا شك هو فقيد يعني فقيد الجميع رحمة الله خليفة بن سلمان شكرا لك سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق شكرا جزيلا لك عودة مجددا مشاهدين الكرام مع ضيفي في الاستودي سعادة السيد أحمد مهدي الحداد عضو مجلس الشورى سيد أحمد كنا نتحدث قبل هذه المداخلة الهاتفية عن لقاءاتكم في السلطة التشريعية كعضاء السلطة التشريعية مع السموة رحمه الله في ذلك الوقت وكانت لقاءات الحقيقة متعددة ونستذكر منها يعني بأنها كانت أسبوعية حتى ما همية كنا نتحدث عن همية هذه اللقاءات وانعكاسها على حياة المواطن طبعا هذه اللقاءات خلال يعني الأسبوعية التي كان يستقبل خلالها أعضاء ملش الشورى والنواب كنا احنا في ملش الشورى والنواب ننظر إلى هذا اليوم بشتياط لماذا؟ لأن الله سلم لما احنا نروح المجلس شكل ما تفضلت يعني دائما يخاطب الجالسين بلهجة بحرينية بسيطة مفهومة ودائما يعمل على إعطاء الإرشادات والاستماع إلى السلطة التشريعية وهمومة السلطة التشريعية وما هي الخوانين والتشريع التي سوف تصب في مصلحة الوطن فكان يوضح بكل أريحية هذه الأمور ويشجع المتواجدين من نواب وعضاء مجلس الشورى بأن يعملوا الكثير الكثير من أجل المواطن أخي بسام كان همه الأول والأخير هو المواطن ومصلحة المواطن أولا وأخيرا وكانت له ميزة طيب الله ثراه عندما ينتهي اللقاء مع النواب والشوريون يصطف الجميع للسلام على سمه وكان يحرص دائما على السؤال عن الشخص وعن أهله وعن أوضاعه فكنا نشعر براحة النفسية لأننا نحن نتواصل مع قائد فذ له خبرة سبعة عقود من الحكم والعمل المتواصل الجاد نستمع بكل يعني بكل أريحية وبكل يعني نوع من الاهتمام لما يقوله لأن أعتقد ما كان يقوله طيب الله هي حكم هي فوائد ليس فقط لنا كمشرعين ولكن للمواطن البحرين بشكل عام كان دائما أستاذ أحمد يعني سموي رحمه الله يعني يؤكد دائما في تصريحاته يعني بأن الحكومة حريصة على تنفيذ رؤى وتطلعات سيدي جلالة العاهل المفدى أيده الله وكان دائما حريص على هذا المشروع مشروع الإصلاحي وكذلك على التعاون القائم بين سلطتين التشريعية والتنفيذية كان مؤمن بأن هذا التعاون سيؤتي ثماره وهو يعني الركيز الأساسية ولسن التشريعات الضرورية لخدمة الوطن ككل بالتالي يعني نود أن نستذكر أيضا همية هذا التعاون الذي كان دائما يؤكد عليه السموه كيف نعكس على الحياة البرلمانية وكذلك كيف نعكس على يعني سن التشريعات الوطنية التي تخدم في النهاية الوطن وتخدم المواطن بالتالي طبعا سموه طيب الله ثراء عمل في رئاسة الحكومة لمدة ما يقارب عشرين سنة من 1999 عندما تقلد صاحب الجلال الملك مقاليد الحكم فكان فكان يرئيس الحكومة الموقرة إلى مدة عشرين سنة طبعا هو شهد ابتداء المشروع الاصلاحي تجهين المشروع الاصلاحي 2001 انطلاق المنثاق العمل الوطني وحتى يومنا هذا فكان هو الرجل المساند الذي وقف مع جلالة الملك في جميع الظروف وأعطى النصيحة التي تهم المواطن والوطن والحفاظ على أمن الوطن وتطوير وتعزيز الوطن على كافة الاصعدة فكان طبعا رجلا مخلصا وكان رجلا شجاعا يتكلم بكل صراحة إذا كان هناك نوع من القصور وكان يتواصل مع الجميع مع المسؤولين وكان يحث الوزراء النزول إلى الشوارع النزول إلى المواطنين ومحاولة فهم مشاكلهم وتسهيل أمورهم لأنه كان يشعر بهموم هؤلاء المواطنين ويعمل على تسهيل أمورهم وحل مشاكلهم كان رحمه الله قائد ميداني حقيقي يعني كان نزول للساحات بشكل متكرر كما ذكر يعني سعادة محافظة محافظة المحرق كان حريص أن يكون موجود مع المواطنين لاستماع همومهم يعني لا شك بأن هذا الأمر ترك أثر كبير عند المواطنين أخب السام ليس هو قائد ميداني قائد ميداني بلمحة إنسانية نعم رجل عنده حس إنساني عنده حس التواضع ولكن مع الحزم تواضع بالحزم إذا رأى شيء يعني غير صحيح يعمل ويعطي النصائح للوزراء والمسؤولين في الدولة لتصحيح هذه الأمور وهذا طبعا كسب المواطنين حب المواطنين نعم وحب الذين يعملون مع فهذه ميزة قل ما يعني يكون قائدا له مثل هذه الصفات الحميدة المميزة والتواصل مع المواطنين في جميع الأمور في جميع الأوقات نعم نستكمل معك هذا اللقاء تفضل بالبقاء معي أستاذ أحمد كما كان لفقيد الوطن مواقف وشواهد في الداخل البحرين وكانت لا سيرة طيبة ومواقف راسخة على الصعيد الخليجي والإقليمي والدولي فحرص فقيد الوطن الكبير على توطيد علاقات التعاون بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم مما عزز من مكانتها إقليميا ودوليا انطلاقا من رؤية شاملة انبثقت أجل تحقيق المصالح المشتركة وينضم إلينا في هذا البرنامج الخاص من الرياضة الكاتب والمحلل السياسي السيد عبدالله العالمي بعد التحية سيد عبدالله كان رحمه الله دائما ما يكرر أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي السند القوي والعض المتين وأن البحرين والسعودية وطن واحد وشعب واحد كيف تنظر السعودية الشقيقة الكبرى إلى هذا الفقد الكبير بفقد هذه الشخصية الخليجية والعربية بوفاة سموه رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني بقلوب عامرة بالإيمان نرفع إلى مقام حضرة صحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدحة حفظ الله خارج التعاسي وعظيم المواساة وطبعا إلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى جميع مواطني مملكة البحرين الشقيقة بوفاة صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله يا أخي إن سكب الحزن على البحرين في رحيل الرجل الشام الشجاع وإنها توجد كلمات يعني تفي حق هذا الرجل إجابة على سؤالك بالنسبة للمملكة العربية السعودية طبعا الفقيد كان لا يخفي حبه للسعودية مطلقا لا حب كاما ولا شعبا أتذكر في 6 أبريل 2013 عقب صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الجزراء اجتمعا في الرياض مع أخي خالب الحامير الشريفين ملك سلمان بن عبدالعزيز كان وقت ملك سلمان كان وليا من العهد أكد في هذا الاجتماع هذا دليل على الروابط بين البلدين أكد في هذا الاجتماع على ثلاثة أربعة أمور عام جدا أولا أكد على الرغبة الأكيدة للبلدين لتعجيز التعاون الثنان ثانيا جددا التأييد بمواد اليدخارة المحامير الشريفين ملك عبدالله بن أمبرزي رحمه الله آنذاك في الانتقال من مرحل التعاون إلى مرحل الاتحاد الخليجي وقلنا ننتظر طبعا هذه هذه الخطوة الرائعة لملاها من العكسات الجهبية طبعا على أمن واستقرار المنطقة ثالثا في هذا الاجتماع دعا سموهما في ذلك الوقت إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة الخليجي لأن كل يا أخي كل منطقة وسادة المستمعين وضيفك الكريم كل منطقة وكل دولة تكمل بعضها البعض ولابد من المزيد من التعاون والتواصل لأمن واستقرار المنطقة رابعا في هذا الاجتماع الهام جدد الملك سلمان الأمير سلمان آنذاك وخوف المملكة العربية السعودية دائما لمملكة البحرين وهذه نقطة عامة جدا الدائما لمملكة البحرين في كل ما من شأنه الحفاظ على ثلاثة أشياء أمنها واستقرارها وسيادتها وكرر الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وأكد طبعا سموهما أمير سلمان حاليا أمير سلمان مؤكدا أنه موقف هو موقف راسخ وثابت في السياسة المملكة العربية السعودية فهذا يدلك على يعني التعاون بين الدولتين خلافا أو إضافة طبعا إلى التعاون الاقتصاري التعاون الخطافي التعاون الاجتماعي والصناعي وفي عدة أمور أخرى بين البلدين الشقيقين وخاصة أيضا في الحياة العامة نعم شكرا لك من الرياضة الكاتب والمحلل السياسي السيد عبدالله العالمي شكرا جزيلا لك عودة لك مجددا أستاذ أحمد بما أن نتكلم كنا نتكلم مع أستاذ عبدالله العالمي عن دور سموه في دعم مسيرة التعاون بما أن أتمام القيادة أربية سعود الشقيقة ومملكة البحرين وكذلك لا ننسى حب أهل الكويت وحبه لأهل الكويت وقيادة الكويت والقيادة في الكويت والتعاون بينه وهو كان دائماً من كل عام يذهب إلى الكويت خلال شهر رمضان لتقديم التهاني حباً انطلاقاً من حبه لأهل الكويت وكذلك علاقتنا مع الإمارات ومع سلطنة عمان فهي علاقات دائماً كان له دور كبير في تنميتها وتعزيزها على جميع الأصعاد أيضاً نستذكر دائماً سموه كان حريص على تقوية أواصر هذه العلاقات وكان أيضاً متفاعلاً حتى مع القضايا العربية في منطقتنا ونتحدث أكثر عن هذه المواقف وأيضاً على الصعيد العربي كذلك كانت له مواقف عديدة ومشهودة ونستذكر أيضاً تصريحاته المتكررة بهمية أيضاً أن نرتقي بالعمل العربي المشترك وأن ندعم هذه القضايا العادلة طبعاً سموه له قناعة راسخة بأن البعد الأمني للبحرين هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القوم العربي فلذلك يعني علاقتنا وعلاقة سموه مع القيادة المصرية مع القيادات المؤثرة في العالم العربي كانت واضحة وخاصة مصر مصر هي الثقل العربي الكبير هي حامية الأمة العربية ومن خلال مواقفها المؤيدة للبحرين وعلاقة قيادتها مع القيادة العليا في البحرين وسموه رئيس الوزراء هذا يعني يعطى بعداً قوياً لمملكة البحرين للحفاظ على أمنها وتبادل نوع من الاستشارات والمشورات على مختلف الأصعدة إذا ما تطلب الأمر ذلك فالبحرين طبعاً تعتمد بشكل خاص على البعض العربي القومي في حماية أمنها كما هو الحال بالنسبة لتعاون الخليجي نعم نستمر معك بعد هذه المدخلة الهاتفية سيد أحمد إيماناً من سمو الأمير رحمه الله بدور الإعلام والصحافة في إيصال الكلمة ونقل الصورة كان سموه من أشد الداعمين لرجال الفكر والقلم ولطالما كان مجلس العامر كان عامراً بالكتاب والصحفيين والإعلاميين على اختلاف فكرهم ومستوياتهم ولطالما وجه إلى تسخير كل الجهود الإعلامية لخدمة المواطن ونقل صوته وتسليط الضوء على ما كان سموه رحمه الله يوليه من اهتمام بالإعلام والصحافة مع أنه عبر الهاتف الكاتب الصحفي السيد أسامة الماجد سيد أسامة نعزيكم ونعزي بالطبع الأسرة الصحفية ككل في وفاة الفقيد الراحل كنت سيد أسامة من الحضور والمترددين دائماً على مجلس سموه رحمه الله لطالما استمعتم إلى توجيهات سموه ولمستم دعم لكل رجال الإعلام والصحافة ما الذي تستذكرونه اليوم من هذه التوجيهات وهذا الدعم من قبل فقيد الوطن بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة يعني بداية نتقدم بحر التعاز والموسى إلى سيد جلال الملك المفدة وسيد سموه للعهد ناب القاد لعلى رئيس بزراء وإلى سيد سمو الشيخ علي بن خليفة وسيد سمو الشيخ سلمو بن خليفة وعموم شعب البحرين والعائل الحاكم في صفات الرمز الوطني الشامخ والقاد الشجاع والمعلم معلمنا كلنا سيد صاحب السموه ملك الأمير خليفة مسلمان طيب الله سراء حقيقة يعني لما نتكلم عن علاقة سموه الصحافة يعني نحتاج قد تكون يعني مجلدات الصحافة البحرينية بكافة المراحل الأخي العزيز وأطوارها مدينة اسمو الأمير راحل طيب الله سراء الذي كان يوليه اهتماما كبير بكل ما تعنيه كلمة اهتماما معنا ويحتل الصحافيون مكانة مرموقة عند سموه حقيقة ويعتبرهم خط الدفاع الأول عن الوطن صوتهم بسموع في كل أرجال العالم هذه المودة والمحب من لديه السموه رحمه الله لأهن الصحافة والقلم كانت لها تركيبة خاصة أخي العزيز تركيبة وقواعد محينة لن تجد لها مثيلين عند أي قاد عربي اه فمعزة الصحافة والكاتب في قلب سموه رحمه الله يعني ليست معزة بالصيقة التقليدية والصور المحهودة لا لا شيء مختلف كان لقائي الأول مع سموه رحمه الله في دار الحكومة اه قبل نحو عشرين سنة او تعدين في البلاد الألفية في ذلك اليوم يعني محفوظ ذكرتي بوضوح شديد احتضنني سموه كأبن مبار زودني من صاحب توجيهات لا ننسى ما حيث حقيقة حيث قال لي وبالحرف تتحملون أنتم يا رجال الصحافة جزءا مهمل من المسؤولي في هذا البلد فأنتم تعكسوا لنا هموم ومتطلبات المواطنين الذين نفع داعما وأبدا خدمتهم وإذا كنتم الشعبي وإذا كنتم تريدون أي شيء فمجلس يمفتوح لكم في أي وقت تعالوا وقولوا ما في خاطركم ونقشوني اه فسموه رحمه الله كان المناصر الدعم الصحيسين بلا استثناء سموه كان اعتبر الصحافة شريك أساسي في البناء والنهوض المجتمع ومسيرته وكان بالنسبة للصحافة عن سموه لها تأثير مباشر وقوة في الأحداث والغيات المحددة التي تريدها المجتمعات ولهذا نجد أن سموه طيب الله ثلاث متابع وبدقة لكل ما ينشر في الصحافة ويوجه المسؤولين في الدولة لمتابعة هذه القضية أو الشكوى شواء كانت راهنة أو طارئة ولا يهدئ لأبال رحمه الله إلا بعد معالزة المشكلات والتأكد شخصيا عيدها شخصيا على سير العمل وتفاصيله في كل مراحل والظروف كانت ثقة رحمه الله في الصحافة كما عرفناها عن قرب ثقة من قطعة النظير وعطاها هذا الموقع الرفيع والمرتبة العليا في البناء والتشهيد وحماية المجتمع من السلبيات وزيدك أخي العزيز أن لا تقتصر مواقف الإنسانية في حدود الوطن رحمه الله وإنما يخيط سموه كل محتاج في كل بقعة من بقى الأرض يسمع عنها ويقرأ قضية في الصحف ويعطيه اهتمامه كما حصل مع المواطن الهنبي الذي حمل جسد زوج 19 كيلو بعد أن رفض المستشفى هناك اللي كانت تعالج فيه تخفيص سيارة السعافة لنقلها إلى منطقته حيث عرض سموه الدعم المالي للتخفيص بعد أن نقرأ الخبر طبعا عرض سموه الدعم المالي للتخفيص من مرخاوف المواطن الهندي ومعاناته مما جعل الصحافة الهندية تنحني تحية وإجلالا لموقف سيدي سموه رئيس وزراء طيب الله سراء وتشيد الأقلام بسيض الأنوار استاذ وسامة إذا تسمح لي سموه رحمه الله كان متفاعل جدا مع ما تطرحه الصحافة المحلية وكان أيضا يحثكم باستمرار على أداء مسؤوليتكم في الاهتمام بالمواطن ماذا تذكر من نصح الذي كان يقدم السموه لكم في مجلسه للاهتمام بالمواطن وقضايا المواطن وهموم المواطن كان يعني أول ما نلتقي في المجلس لابد أول شيء يسأل الصحفين أخباركم أموركم يبتد بالصحفين وهذا هو دليل على المكان الكبير والصحفين عند السموه رحمه الله كان يقول كتبه وما في خطركم نقله هموم الشارع بدون أي تحفظ يعني وقائلا وداما يعني المشكلة تنطرح في الميلة في نفس اليوم أو ثاني يوم تنحل توقرها في الصحافة أو نقلها الصحفي على لسانه وكثيرة هي الشكاة وكثيرة هي المواقف اللي ذكرت في الصحافة وتدخل في مو حلها مشاكل لا حطرة لها وفي الحقيقة احنا كان سندنا الوحيد وكان سندنا الداعم ومن أهم اللي كان النصائح اللي كان يقولها في المجلس للمسؤولين افتحوا أبوابكم للصحفيين اتبعوا سياسة الباب المفتوح ولهذا في مو طال عمره يعني لصيق كان من الشارع يعني يبتدي يومه رحمه الله بقراءة الصحافة وبريد قراءة بالخاص وهذا معناه انه يلتمس معاناة الشارع وهموم المواطن العادي حقيقة خسرتنا في طول عمر رحمه الله عليه يعني خسارة فارحة حقيقة قائد لن يتكرر أبدا نعم كان يعني يقول دائما سموه انتقدوني ولكن لا تسيئوا للوطن نعم شكرا لك الأستاذ والكاتب الصحفي السيد أسامة الماجد شكرا جزيلا على وقتك عودة لك مجددا سعادة سيد أحمد حداد حضور مجلس الشورى لعلنا استمعنا إلى ما قاله الزميل الصحفي سامة الماجد الاهتمام سموه يعني بجميع ما يطرح على وسائل الإعلام وجميع الوسائل بنستنا حتى مع وجود وبروز وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات كانت هناك أيضا مناشدات لسموه من خلال هذه التطبيقات وكان يستجيب لها باستمرار يعني كيف تنظرون لهذا الجانب؟ في الواقع أنا دائما يعني لما أقرأ الصحف كل يوم أروح لباب الشكاوي فأرى الكثير شكاوي المواطنين هموم المواطنين والرسائل التي توجه مباشرة إلى سموه طيب الله ثراه ومخاطبة بحل مشاكلهم ويأتي الجواب من مجلس الوزراء ويقومون بالاتصال بهؤلاء الأشخاص كي يطلعوا على المشاكل ويحاولوا قدر الإمكان حلها فهذا طبعا يحسب لهذا الرجل الشهم الذي يتابع حموم المواطنين كما تفضل ضيفنا الكريم وذكر خلال لقاءنا في المجلس الأسبوع يوم الاثنين للشورى والنواب دائما يقول أنا أطلع على الصحف كل صباح فهذا دليل على اهتمام إنسان بمواطني بهمومهم حل مشاكلهم فكما ذكرت يعني حس إنساني لا يتمز به إلا الخليلون في هذا العالم نعم أيضا يعني استذكر من مواقف سمو العديد كانت لها مواقف إنسانية كبيرة حتى يمكن ذكرها الأستاذ سام المواجد كان يتفاعل أيضا مع قضايا قد تكون ليست محلية فقط إنما أيضا قضايا يعني من مختلف دول العالم كانت يده البيضاء يعني ممتدة أيضا للضعفة والمساكين في دول العالم طبعا شكل ما ذكرت هذا لم يأتي من فراه هذا أتى من خبرة متراكمة على مدى سبعة عقود كان في السلطة ويعي ويعرف هموم المواطنين وهموم الآخرين في الدول الأخرى ويتابعها ويحاول قدر الإمكان حلها يعني بعطيك مثل بسيط أخ بسام يعني علاقتنا الخليجية واهتمام سموه ليس فقط على المستوى الاقتصادي أو التجاري أو المالي بل الإنساني لما كان الله يرحمه الشيخ زايد حاكم الإمارات طيب الله ثراه كان يتعالج في جنيف نعم فكنت أنا موجود أعمل في وفد البحرين في جنيف فاتصل اسمه رئيس اسمه الشيخ علي بن خليفة الوالد بيجي بيطمن على صحة الشيخ زايد فإذا ممكن الترثيبات فطبعا أتى وصلت الطيارة ونزلنا إلى الفندق وذهبنا إلى المخفو المرحم الشيخ زايد وأطمن على صحته وبقى هناك ساعة أخي بسام نعم وكان حديثا شيقا وكان كلامه حكم ينبع عن شخصية لها تجربة ومواقف عملية في الحياة كنت يعني أستمع بكل اشتياق فهذا دليل على يعني ما يقوم به سموه طيب الله ثراه من اهتمام ليس فقط الشق المالي بل إنساني وهذا طبعا عزز علاقة البحرين ليس فقط مع دولة الإمارات بل مع دول العالم بشكل عام لما أتى رئيس وزراء مودي إلى البحرين قبل سنتين كان هيئ له اجتماعا وأمور كثيرة اعترافا من سموه لدور الجالية الهندية في تنمية اقتصاد وبناء البحرين الحديثة وهذا طبعا في المقابلة أخي بسام يعكس حب هؤلاء القواد إلى هذه الشخصية المميزة أنا أعتقد مثل هاي شخصية بنت تتكرر مرة ثانية جملة من القصاص ويعني اللحظات يعني الإنسانية نحن في البحرين نفتخر فيها في البحر ونفتخر بهذا الرجل وإن شاء الله يكون خير خلف لخير السلف إن شاء الله إن شاء الله ولا شكية يعني لحظات ومحطات تاريخية لسموه وعصية على النسيان يعني عشناها وشفناها يعني بأجيالنا المتعددة والتي شهدت شخصية سموه رحمه الله ونكرر عزانا لأهل البحرين ونكرر عزانا لسيدي جارة الملك المفدى أطال الله في عمره ونكرر العزا كذلك لسموه وليلعهد نائب القادل على رئيس الوزراء بوفاة الفقيد الراحل ووصلنا معك أستاذ أحمد لختام هذه التقطية والختام هذا البرنامج الخاص كنت ضيفا عزيزا سعدة سيد أحمد مهدي الحدد عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا على تواجدك معنا شكرا أخب السام ووالله إن شاء الله ربنا يرحم المغفور له طيب الله ثراء وأنه إلي الله وأنه إليه راجعون وهذه حال الدنيا وإن شاء الله العزاء في الأحفاد الذين سوف يحملون هذه الراية المباركة التي حملها بكل إخلاص وتفاني فحب للوطن والعائلة والشعب البحرين محفور بأحرف من ذهب نعم وكرر شكري لك سعدة شكرا أخب السام شكرا جزيلا لك مشاهد الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج الخاص والذي خصصناه لاستذكار شيئا يسيرا من السيرة العطرة لفقيد الوطن الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وفي الختام لا نملك إلا أن نرفع الأكفة وندعو لسموه بالرحمة والمغفرة وأن يسكنوا فسيح جناته فهو الذي إن رحل عنا فلن يرحل منا شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اللهم إنا نسألك أن تغفر وترحم لوالدنا الشيخ خليفة بن سلمان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لعبدك خليفة بن سلمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بماء وثلج وبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم مد له في قبره مد بصره من النعيم المقيم اللهم افرشه له من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم آنس وحشته في قبره بعمله الصالح وبخباياه عندك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنه قد ودع هذه الدنيا ونزل في منزلك وأنت خير المنزلين اللهم فأكرم نزله اللهم أكرم نزله وأحسن وفادته اللهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين إن أحدنا إذا نزل ببابه ضيف أكرمه وأنت رب العالمين وأكرم الأكرمين فأكرمه بكرمك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نحسبه وأنت حسيبه ولا نزكي عليك أحدا أنه كان من المؤمنين الصالحين في هذه الدنيا وأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم فاغفر له بها اللهم فاغفر له بها اللهم وأنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعله ممن صبر على البلاء فلم يجزع وجازه يا ربنا أجر الصابرين بغير حساب اللهم يمن كتابه ويسر حسابه اللهم اجعله ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين اللهم اجعله ممن يشفع له نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم واجعله ممن يشرب من حوضه المحمود واجعله ممن ينظر إلى وجهك الكريم على منابر من نور مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن أهل البحرين يشهدون له بالمحبة يشهدون له بالمحبة ويشهدون له يا رب ويشفعون عندك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فشفعهم فيه يا رب العالمين اللهم ربنا رب الأرباب آنس وحدته في قبره اللهم آنس وحدته في قبره اللهم آنس وحدته في قبره يا رب العالمين اللهم يا واسع المغفرة اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء أنزل عليه شآبي برحماتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وأنزل على أهله وذويه وأهل البحرين الصبر والسنوان اللهم ألهمهم الصبر والسنوان وأنزل عليهم سكينتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين